شباب عاملين ايه? اه معاكم مستر رامي. احنا هنتكلم في الكورس ده او في الفيديوز دي عن او العلوم المتكاملة لسنة ولا سنوات. اوكي? طب احنا عارفين ده منها جديد وليسة اه لسة نازل. فاحنا ان شاء الله هنحاول كده منعمله اه في السلسلة. وان شاء الله يبقى كده كل اسبوع ولا حاجة في فيديو ينزل بالليسون بتاعنا. طيب اه مبدأين كده هي عبارة عن ايه? عبارة عن اه حبة على حبة على حبة بايو ودول كلهم دي كده مع بعض الجماعة كده مع بعض عملو تمام? طيب اه هي شبه بالزبط ايه المادة دي? هي مش فزكس ومش بايو هي بالزبط شبه بتاعة انت لما كنت بتاخد ساينز كنا بنيجي كده في جزئين ولكن الحتة دي دي بايو. تمام? فهي بالزبط بزبط حاجة شابه كده. تمام? آآ واخدها عامة ومدموجة في مادة واحدة. اوكي? طيب. آآ احنا هنبتدي ان شاء الله النهاردة بلسون ون. بلسون ون بيتكلم عن الووتر. وبيتكلم عن الكميكال بروبرتز باعتها. وان شاء الله بيتكلم عن بتاعت الووتر. اوكي? نهاردة هنبتدي بلسون ون. ان شاء الله هنخلصه. وبعد كده هنبقى نشوف لسون تو في فيديو جيد. اوكي? طيب. هنبتدي مع بعض هنا في اول لسون وهو بيتكلم عن حاجة اسمها. تمام? طيب. الووتر الشباب لو انتو فاكرين من آآ من برايم تقريبا كنتو افتخدوا ان الووتر ليها ثري ستيتس. تمام? لو انتو فاكرين كده كانت اول ستيت هي السولد ستيت. وعندنا الليكود ستيت. وعندنا آآ جاز ستيت. اوكي? طيب. لو اننا عايزين اكزامبل لكل واحدة هتقول لي السولد دي الووتر امتى تبقى سولد? لما تبقى في شكل الايس. الليكود لما تبقى في شكل الووتر ذات نفسها اللي احنا بنشرابها. والجاز لما تبقى في شكل ايه? ووتر فيبر. طيب. ايه الفرق ما بينهم كلهم? الفرق ما بينهم هو البارتكلز. لو احنا جينا كده نشوف الايس. هلان ايس البارتكلز بتاعته قريبة جدا من بعض. تمام? وفي بينهم فورس كبيرة جدا. تمام? ولكن الووتر لحد ما لقى بعيدة شوية عن بعض. والفورس اللي بينهم الى حد ما صغيرة شوية. ولكن الووتر فيبر البارتكلز بعيدة جدا عن بعض. والفورس اللي ما بينهم very 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 weak. اوكي? طيب. اه تاني جزئية هنتكلم عنها وهي الووتر على الارث شكلها عامل ازاي او كم يعني. لو احنا جينا اعتبرنا ان ده كده الارث. فلو انت فاكر الارث كان بيبقى فيها كتير 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 واللاrez قليلة. تمام? لو اعتبرنا ان اندي كده الووتر فتعالك كده نقول هي الووتر كان بيرسنت. احنا كان عندنا يا شباب. لو انتو فاكرين الووتر لها بيرسنت واللاريعة ليها بيرسنت. الووتر عندنا سيفنتي بيرسنت اما اللر عندنا كانت الباقي سيرتي بيرسنت. طبعا في الكتابة المدرسة هو قال ان الووتر هي سيفنتي برسنت بس. طب ما قالش اللاند قدي يا مستر. انت جابليني سؤال عليه ليه? لأ ما هو انت حاجة بديهية لو الووتر بسيفنتي فتبقى اللاند بايه? بثيرتي. تمام? زي بردو جاب جزئية تانية كان بيتكلم عن السولت ووتر وعن الفريش ووتر. طيب. يا ترى السولت ووتر قدي ايه? والفريش ووتر قدي ايه? لو انت فاكر كده زمان كان بقول لك ان السولت ووتر اللي هي الماء مالحة دي كتيرة جدا 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 لدرجة ان هي ناينتي سيفن برسنت. تمام? طيب يا مستر في كتاب المدرسة ما قالهاش. ماشي ما ديه برضو زي اقولت لك بديهية ان لو السولت ووتر بس ناينتي سيفن اكيد الفريش ووتر بالحب البقين اللي هما الايه? السري برسنت. طيب السولت ووتر دي مسلا موجودة فين? السولت ووتر دي موجودة مسلا في السيز في الاوشن. صح? في اللي هي بتبقى سولت لكن الفريش ووتر مسلا موجودة في الريفر مزبوط. يعني مسلا ممكن ندي عندي ايه في السيز. اوكي? طيب اما الفريش ووتر مسلا موجودة فين? دي موجودة مسلا في الريفر. موجودة في الريفر. اوكي? طيب. اه نخش على الجزئية التانية وهي حاجة اسمها ووتر سايكل. او اللي ساعات بنسميها هايدرولوجيكال سايكل. وكلمة هايدرولوجيكال دي جاء من كلمة هايدرا اللي هي معناها بلتن معناها ووتر. طيب ايه ايه الووتر سايكل دي? باختصار لو انت فاكر احنا كان عندنا مسلا لو عندنا اه حبة مية هنا مسلا كده وفي اه الصن مسلا هنا كده بتنزل الريز باعتها عليها. فاللي بيحصل? كان الووتر دي بيحصل لها افابوريشن كان بيحصل لها افابوريشن. اوكي? طيب وبعده بيحصل افابوريشن بيجي الووتر فيبر ده يمشي كده. يحصل له حاجة هنا اسمها كوندنسيشن بيتكون كده في حاجة اسمها كلاوتس. اوكي? كوندنسيشن. طيب وبعدين تلاقي الكلاوتس دي راح تمشيت شوية وبتتنابع كده ايه? بتعمل والرينينج هنا يا شبابة عندنا بنسميه بري سيبيتيشن. اوكي? بري سيبيتيشن. طيب وبعدين بتبتدي الووتر دي هنا تتجمع تاني مسلا لو على اه مونتن مسلا ولا حاجة وترجع هنا كده تتجمع وتنزل تاني تروح للايه? للسي او وهكزا. تعالك نشوف فيديو بالكلام ده نشوف المنزر عامل ازاي. بص كده معايا على الفيديو ده. ادي الصن اهي موجودة والصن دي هتبقى دي ان هي تنزل الهيت بتاعتها على الووتر. طيب دلوقتي الووتر دي اهي اخذت الهيت بتاعة الصن. فيبطي تعمليه بعد كده يحصل لها هو حتى جايب موليكيول من الووتر وبيطلع لفوق اهو. بعد كده بيحصل اهو حاجة اسمها تدير فيه وبعد الكلاودس بعد كده يبتدي يبقى في حاجة اسمها تساقط الانطار او السليج والكلام ده كله. تمام? وبعد كده اهو بيبتدي نهية تنزل مسلا لو على اه جبل ولا حاجة تبتدي تنزل في الاندر جاوند ووتر. بعد كده تنتهي يحصل لها نهية تتجمع تاني في السي او حتى نهية تنزل على طول من على الجبل مسلا تمشي في آآ زي منحنيات كده ليها او اماكن ليها وتبتدي برضو تتكون تاني في آآ في بس كده وتبتدي ان هي تكرر تاني نفسها لان احنا زي ما قلنا ان هي ووتر سايكل. ووتر سايكل يعني ولهاش بداية سايكل ولهاش بداية ولا نهية وعمالها بتعيد في نفسها. تمام تعالوا كده يالله نخش في الجزئية اللي بعدها. الجزئية اللي بعدها بتتكلم عن الكميكال البروبرتز للووتر. الكميكال البروبرتز للووتر. طيب الكميكال البروبرتز للووتر اول حاجة طبعا انتو فاكرين ان الووتر كان السيمبل بتاعها ايه? اتش تو او. كلام سليم. اظن ان كلنا عارفين السيمبل ده. طيب الاتش تو او دي منظرها كميكالي بيبقى عامل ازاي? منظرها بيبقى عامل كدهو. عندي اتوم من الاكسجن اللي الووتو مثلا او هنسميها او بس المراضي. وعندي تو اتومز تانيين من الهايدروجين. اوكي? طيب. الاكسجن وايه? في بينهم بوند. في بينهم حاجة بتربطهم او فيه لين كده اللي بيربطهم ده. اسمه ايه لين ده? اللين ده يا شباب بيبقى اسمه كوفيلانت بوند. اسمه ايه? كوفيلانت بوند. طيب الكون بوند ده يا شباب كان بتبقى بتوين لو انتم فاكرين احنا لو عندي متل مع تابع بيبقى حاجة اسمها ايونيك بوند. لكن هنا انا عندي الاكسجن ده مثل والهايدروجين ده نام مثل ففي بينهم بونز اسمها كوفيلانت بونز اوكي طيب لما نيجي نشوف كده هو انا عندي كام اكسجن لو جي قال لي انا مثلا عايزك تقول لي هو الاكسجن واخد كام برسنت والهايدروجين كام برسنت بصوا شايف لما انا باتكلم على الفوليوم فبالتالي انا الهايدروجين عندي كتير عندي تو هيدروجين وعندي وان بس اكسجن وبالتالي لو جي يقول لي هاتلي ما بين الهايدروجين تو اكسجن عايزك تعد معي هو الهايدروجين كام؟ تقول لي الميستر الهايدروجين عندي تو فيبقى طيب هو الهايدروجين كام؟ يبقى تو ولكن لو جي قال لي انا عايز الاكسجن توهايدروجين ساعتها الموضوع هيختلف شوية. هاتقول لي ايه؟ هتقول لي اه انا عندي كم اوكسجن انا عندي وان بس اوكسجن يبقى وان. طب وعندي كم هيدروجن عندي تو هيدروجن فيبقى وان تو تو. فيبقى تخلي بالك جدا قوي لو اجي قالك انا عايز من الهايدروجن تو اوكسجن ولا انا عايز الراشيو بتوين الاكسجن تو هيدروجن اوكي تفرق. طيب ده لو جي قال لي مثلا بتوين او يعني هاتلي بتاعتها اذا فوليوم طب لو قال لي هاتلي الراشيو از ماس ريشيو ساعتها تبقى ايه? هقول لك بص معي انت لو انت فاكر احنا كان في كده ساعات في تقريبا كان يجب لك يقول لك ان الهايدروجن بتاعه بكزا والاكسجن كان بكزا لو انت تفاكرين كان وان وسكستين فلو انت واخد بالك انا عندي تو بس هيدروجن وعندي سكستين اوكسجن تمام? فلو انا عايز اعرف الماس بتاعة الهايدروجن فهي واضح جدا ان هي صغيرة جدا لما نجي نجيب وفنقول لها عندنا اتنين اتش وعندنا فيبقى就 play 16. two plus 16 فدينا 18 فانا نجي نحسب بقى ان الهايدروجن الوطر كلها 18. ليس مثلا لاكسجن الذي يبقى 16 over 18. ولو عايز احسب الهيدرجن الوحده يبقى هو 2 over 18. بمعنى صح انا اعز اقولك ايه? ان انا الماس نمبر بتاع الووتر كلها الهيدرجن غالبان عنده 2 بس ان هو 2 اتش. اما الاكسجن الوحده ب 16. فنما اجي احسب بقى البرسنت فانا باخدها على الهيدرجن ايه بتاع الووتر كلها. بقولي ايا ده بص الهيدرجن قد ايه من الووتر. وبص الاكسجن قد ايه من الايه من الووتر. فتلاقي ان الهيدرجن رقم صغير جدا بيبقى 11.11% تمام? ولكن الاكسجن بقى بصوا بيبقى بيبقى ايتي ناين بوينت ايت اه ايت ناين. اوكي? طيب. لحد هنا اظن الموضوع الازيز ونفوش اي مشكلة. طيب تعال كده نبص على اخر حاجة ما بين الووتر موليكيول ده. وخلي بالك انا بقول ايه? ووتر موليكيول. لان ده الشباب كده عندي اسمه موليكيول. الموليكيول بيكون من ايه من واكسجن وتو هيدرجن. شايف الاكسجن مع الهيدرجن في هنا قلنا بند اسمها كو فيلانت بند. ودي اسمها كو فيلانت بند. في بينهم انجل كده. عارف الانجل دي بكم? الانجل دي يا شباب هي وان هندرد فور بوينت فاي. ديجري. اوكي? ورقم ده تحفظه زي اسمك لان ده ممكن تتسائل فيه عادي جدا. اوكي? يبقى انا كده عندي توكو فيلانت بند. توكو فيلانت بند دول بينهم هيدرجن بند. بكام اه بينهم. التوكو فيلانت بند دول. بينهم اه اه انجل. الانجل دي بكام? وان هندرد فور بوينت فاي. اوكي? طيب. تعال نخش في جزئية تانية اه مهمة. برضو. بين الووتر. وهي تعال كده نفتكر مواد. احلسة ايه ان احنا عندنا اكسجن. وتو هيدرجن. وفي بينهم كوفيلانت بند. اوكي? طيب ده كده جوه الموليكيول. يبقى بتوين الاتومز. عشان دي اتم اكسجن ودي اتم هيدرجن وهايدرجن. فبتوين الاتومز يا شباب جوه الموليكيول. انا عندي كوفيلانت بند وعندي كوفيلانت بند. طيب لو انا عندي موليكيول تاني. من الووتر برضو. اهو. فسؤالي هنا هل الاتنين دول في بينهم الموليكيول ده والموليكيول ده. هل الاتنين دول في بينهم اي بونس بتربطهم? اه طبعا. في بونس بتربطهم. البونس دي بتبقى ايه? مسلا مسلا ادي عندي الهايدرجن ده. هيبقى في بوند كده ما بينه وما بين الاكسجن دي. فبالتالي كده انا عندي بقى الموليكيول ده في الموليكيول اللي على الشمال ده. بقى عندي اه لي اه اه في بوند بتربطه. اوكي? وبرضو عندي الموليكيول ده في بوند بتربطه. طيب. ولكن قال لك مش بس كده. طب ما هو برضو الهايدرجن ده. هيروح اليمين للاكسجن دي عشان يتربطه مع بعض. وكذلك الاكسجن ده. الهايدرجن ده مع الاكسجن ده. والهايدرجن ده مع الاكسجن ده. وبالتالي جيت تبص كده لان كلهم مرتبطين ببعض. ولكن عايز اسألك سؤال. حط ايدك كده على واحدة من دول. وبتدي شوف هو التانية. طالع منها كام بوند. تعال كده نعمل ايه? تعالي كده نمسح العليمين دي مسلا. ونبص اللي على الشمال دي. تعالي نعدي فيه كام طالع من كل اتوم. انا عندي اتوم اهي. طالع منها كام? ادي وان ادي تو. طب والهايدرجن دي طالع منها ادي وان اسود اهو. واده وان تاني اسود. يبقى انا كده عندي كام انا عندي. فور هيدرجن بوند. البوند السودة دي يا شباب اسمها هيدرجن بوند. اوكي? دي بتبقى وبعضها. طب اللي سود ده لو الهايدرجن بوند دي. انت متخيل الموليكيول الواحد طالع منه كام هيدروجين بونط طالع منه فور فلو جيت سألتك سؤال بقى طب لو أنا مثلا عندي سري موليكيولز أوف ووتر أوكي تفتكر في بينهم كام هيدروجين بونط ها حاول كده توقف الفيديو وتفكر في السؤال ده وتجاوب عليه تاني أنا عندي الموليكيول الواحد يا ميستر طالع منه فور هيدروجين بونط طب لو أنا عندي ثري موليكيولز تبتعاني حسبها بالراحة لو أنا عندي ون طالع منه فور طب لو أنا عندي تو هيبقى الواحد طالع منه فور يبقى فور وفور كام ايت طب لو أنا عندي ثري هيبقى ميستر خلاص فور وفور وفور يبقى تولد من الآخر ممكن تعمل ايه تقول لي خلاص يبقى فور باي الايه الموليكيولز بتاعتك شوف انت عندك كام موليكيول? انا انت هنا قلتلي انا عندي كام موليكيول? قلتلي عندي في المسألة خلاص يبقى بكام بتولف. وانا انا كده عندي كام هيدروجن بوند? عندي ايه الموليكيول والكن خلي بالك. انا ده بقول بتوين الايه? لكن لما بقول بتوين كو lei أنتبوند SERية. عمimientos كو هي لانتبوند في الموليكيل واحد هما اتنين اهو واحد اخضر اهو واحد اخضر اهو خلاص نعن لكم الالوان عشان بس ايه تعرفوا وتفرقوا ما بين اوكي يا شباب طيب الهادوجن بوند دي بقى دي عاملة مشاكل كتير قوي طيب ايه المشاكل الكتير اللي هي عاملها دي اول حاجة ان انت لو جيت سألتك سؤال هي الووتر بيحصل لها بويلنج الووتر بويلز ات ايه ات كامسل از اس دي جري فمسر ايه سألتفه جدا الووتر بيحصل لها بويلنج عند 100 سليزيز دي جري اقول لك طب انت عارف انا عندي عندي كومباوند تاني اسمه هايدروجين صالفيد او صالفيد الهايدروجين صالفيد ده عارف بيحصل له بويلنج عند قد ايه تخيل كده معي رقم انا اكيد اكيد انت تتخيلت رقم كبير لا الرقم اللي بيحصل له بويلنج عنده هو نيجاتف سيكستي ون سليزيز دي جري انت متخيل يعني ايه بيحصل له بويلنج عند النيجاتف سيكستي ون انا هقول لك اجزامبل بسيط يبسط لك الموضوع دي كلمة يا شباب بس بويلنج مش عايزك تبقى دايما هطف دماغك ان هي ايه هيت كتير والنهر النهر كتير جدا والمية عمالة بتغلي لدرجة نية ممكن تلسعني اتموتني لا يا شباب يعني ايه كلمة بويلنج اصلا بويلنج يا شباب هي بروسس بيحصل فيها ايه ان الماتر تمام بتتحول من الليكويد ستيت بليل ايه للجاز ستيت اوكي يبقى اذا انا عندي لو الليكويد اتحول لجاز انا بقول ان هو هصله ايه هصله بويلنج بس اوكي طيب هتديك اجزامبل بسيط جدا لو انت مثلا عندك اكس عرف الاكس لو انت مثلا عندك اكس وجدت الاكس ده مسكته كده وفيلت ترقه جنب ودنك هتسمع صوت لكويد جوا تسمع صوت مية كيان فيه مية بتتهز ولكن لما انت بتيجي بتدوس اللي بيحصل بتلاقي ان اللي بيطلع ده ايه ده عبارة عن جاز بلاش لو انت كنت زمان كده فاكر كانت حاجة اسمها امبوبة امبوبة جاز لو بتسمع عنها اليومين دول امبوبة الغاز دي هي جواها بيبقى ايه بيبقى جاز المفروض ولكن لما تيجي كده تمسكها تزها تسمع صوت ايه صوت لكويد حسني فيه مية جوا ولكن لما تيجي تفتحها ما تلاقيش مية بتطلع بتلاقي فيه جاز بيطلع اذا اللي عايز اقوله هنا ايه ان الانبوبة دي هل الجاز الجواها حصل له بايلنج فطلع فعلا تحول من لكويد لجاز اه تقول يا مستر يا ده احنا قاعدين وممكن ان نبقى في الشتاء عادي والتمبريتشر تبقى مثلا تونتي سليزيس هقولك اه ايه المشكلة ده ممكن كمان احنا بقولك فيه لكويد اه فيه اه فيه كومباوند عندنا عند نيجاتف سكستي ون يعني وانت الدنيا في عز التلج تحت السفر تمام وهو عمل برضو بايه بيتحول لجاز استيت تمام او بيتبخر بيتحول من لكويد لجاز تمام فانسى فكرة ان لازم لكويد او كلمة بايلنج دي لازم يبقى الليكويد عمل بيغلي وياخد نار كده كبيرة جدا زي الووتر لا ده ده الووتر بس اللي عاملة كده فلو جيه قال لك جيف ريزون بقى انت مش عرفت بقى ان الووتر بيحصلها كده اه اقول لي بقى جيف ريزون يا هو ممكن يجيلي جيف ريزون اه يا شباب هعندنا اسئلة اي سي طيب يا ترى ليه يا مستر ليه الووتر بتحتاج الرقم ده كله مع ان الهيدروجين سالفيد او الهيدروجين سالفيد ما بيخدش الهيد دي كلها اقول لك فاكر من شوية لما قلنا ان احنا عندنا اكسجن مربوط بهايدروجين في الووتر اهو تقول لي اه اقول لك بسرعة كده اقول طب قلنا اللاين ده اسمه ايه اللاين ده شاب قلنا اسمه كوفيلانتبوند ودي كوفيلانتبوند اقول لك اوكي فاكر بقى لما كان عندنا موليكيول تاني والموليكيول التاني ده اهو عايز يربط مع الموليكيول اللي جنبه كنا بنقول ليه ان انا عندي هيدروجين بوند اهي واهي 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 كمان ياه تقول لي انا بس اتنين موليكيول في بينهم تمانية هيدروجين بوند ياه ده انا عشان بقى اكسر البوند دي وتبتدي الووتر تتحول من ليكويد لجاز ده انا محتاج هيت ايه كبيرة جدا صح كده وبالتالي انت عندك كم موليكيول اصلا في الووتر ياه ده انت عندك بليونز عندك موليكيولز كتير جدا وبالتالي تخيل خيل بقى احنا سنقول لنا عندنا وان بليون من الموليكيولز تعت الووتر بس يبقى عندنا كام بقى هيدروجين بوند بينهم اعمل باي فور يبقى عندنا فور بليون تخيل بقى انت الفور بليون دول عايز تكسرهم كلهم فلو جاء لكيب ريزون هتقول له بسبب ايه ايه الهيدروجين بونس اوكي طيب يبقى كده احنا عرفنا ليه الووتر بحصل لها عند هتقول له ديوتو هيدروجين بوند تبلة وقى قيالك اه ليه اعم 열심히 ببنز ل未ه الووتر بحصل لهاicate انت فور لها بين الهيدروجين بوند اما الهاترجين لقى بيحصلوا عند اهتقول له عشان الووتر فيه بين الموليكيولز بقى كلها يبقى هايدروجين بوند ولكن والهايدروجين ما فيش بينهم هدرجين بونس. طيب دي تاني حاجة ممكن برضو تزود تقوله ان هدرجين بونس دي النمبر بتاعها بيبقى كبير جدا. وبالتالي هي بتحتاج هاي امونت او 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 لارج امونت او فيد. طيب. اه الحاجة لازل نتكلم عليها بعد كده حاجة اسمها بولاريتي او ووتر او ووتر بولاريتي. يعني ايه الكلام ده يا شباب? كلمة ووتر بولاريتي دي مقصود بيها الاكسجين والهايدرجين ازاي مربوطين ببعض. تعال كده نفتكر مع بعض الحسة اليه ان احنا عندنا هيدرجين اتوم اهي وعندنا اصد اكسجين اتوم وعندنا هيدرجين اتوم اهي وهايدرجين اتوم اهي. اوكي. طيب. الاتنين دول يا شباب مربوطين قلنا بكوفيلانت بوند. اوكي. طيب. سؤالي هنا بقى. احنا قلنا ان ده نون متل وده نون متل. المفروض لهم اصلا ما محصلهمش اي اتراكشن لبعض. طب ايه اللي حصل? اللي حصل يا شباب ان فيه حاجة اسمها الاكترو نيجاتيفتي. الاكترو نيجاتيفتي. اوكي. ايه اللي الاكترو نيجاتيفتي دي يا شباب? الاكترو نيجاتيفتي دي هي الابلتي. طيب لو جيته لتلك هو اللي حصل هنا يقولي اه انا خدت بالي ان الاكسجين دي هي كبيرة كده مفترية ولما جدت هي مع مع يعملوا مع بعضك وفيلانت بوند فايه اللي حصل رح تمسكت الالكترون بتاع الهايدرجين بوند والهايدرجين اتم وحاولت ان هي تعملوا اتراكشن ناحيتها جدا اللي حصل هنا كده هو اما كان عندي الالكترون بتاع الهايدرجون هو يعني عنده واحد بس فبتالي تعمل ايه تعملوا اتراكشن تجذبوا ناحيتها جدا وبالتالي قلنا ان هي عندها الالكترونيجتيفتي عالية وديناها السيمبل ده او يعني عايز اقولي ان هي عندها عالية. ليه? لان هي عندها عالية. تمام? طب ليه برضو تاني هتقول لي لو جي على هتقول لي بتاعته بتبقى ايه? بتبقى لكن بتاعت الهايدروجن بالنسبة للأكسجن هي لو. وبالتالي اللي حصل ايه? ان عمل للهايدروجن ناحيته جامل جدا. وعشان كده اخد ايه? ده في تشارج. ويعيني طالما الاكسجن بقى فيبقى الهايدروجن الغالبان ده بقى ايه? بقى هو البوزيتف تشارج. اوكي? اظن الموضوع سهل لو مش سهل. برضو دارها تكتبوا لي في الكومنتز. اه في الكومنتز وانا هقدر ايه اه يعني اشوفكم وايه ارد عليكم على اسركم. اوكي? اه تعالوا ناخد اه جزئية تانية. اه تعالوا ناخد كده عازة وعليكم اه صورة. ان يدردش فيها سوا. بصوا كده معي. لجيت تبص على الصورة دي. اه في حاجة مهمة جدا الشباب عزين نقولها عن الووتر. ان الووتر هي عندها قبلة عالية جدا انها تعمل دسولف لميني ميني ميني او كومباونس. اوكي? ان هي يعني تدوب جواها. فتقول لي اه انا عندي اكزامبل مشهور جدا. انا عندي حاجة اسمها ان اي سي ال. لما باجي بحطها مع الووتر. لما بيجي نحط الملح في المية يا شباب. اللي بيحصل. الملح بيدوب. بيحصل اسمها دسولف. يعني اي دسولف? بيدوب جوا المية. فبالتالي بيبتدي يبقى عندي الان اي والسي ال. يتفككوا كده عن بعض. والان اي بقى عنده بوزيتيف اتشارج. والسي ال عنده نيجاتيف اتشارج. بتحول لشبه حاجة اسمها ايونس يعني. اوكي? فلو جيت تبص هنا. فهو ايه اللي حصل هنا? ان احنا مثلا مدين اللون اللغدر ده. السي ال والان اي هو الايه? هو السوديوم. اللي بيحصل ايه? بس كده معي. هنا عنده حبة حبة ملحة اتناوم هنا. اهو بقى بالمنزر ده. ايه اللي حصل? جاه الووتر اهو جات الووتر راح اتدخلت ما بينهم. عملت ايه? اسمتهم نصين. ولما اسمتهم نصين موليكيول اخد اهو اخد سوديوم. تمام? وموليكيول تاني راح اخد الايه? اخد الكلورين اهو. تمام? وبالتالي الووتر هنا عملت ايه? الووتر هنا شباب عملت حاجة اسمها للايه? للكمبوند ده. اوكي? طيب عازينا نتكلم في حاجة تانية وهي اسمها آآ آآ هايدرو لايسوس او سعيب نسميها هويدريشن. طيب ايه ده شباب بكل بساطة ان انا بيبقى عندي الووتر مولكيل احنا لما نيجي نشوف كده الووتر مولكيل شباب ينفروب ان هو ايه? عندنا اوكسجين وعندنا هايدرجين واهيدرجين ولكن ساعات بنلاقي اللي بيحصل ايه? ان بلاقي عندي هايدرجين ايون لوحده وعندي هايدروكسايد ايون لوحده. ده كده شباب نسميه هايدروجين آيون وده هايدروكسايد آيون سعب ان لايه ده لوحده وده لوحده وده ساعات اللي بيخلي فيه حاجة اسمها أسد وبيز تيجي تدوء الميا كده تلاقيها تعمها غريب شوية الميا دي تحس ان الميا دي مش طبيعية طب ليه مش طبيعية رغم ان هي متفلطرة وكل حاجة والدنيا كويسة الا انها تلاقي كده فيه مش كده تقول ليه الميا دي حسنها تعمها مدي مثلا على زي لمون شوية او مثلا تحس ان هي ممكن تبقى فيها زي طعم السكر شوية تقول لي طب ايه دي الميا دي ايه اللي اختلف فيها اللي اختلف فيها شباب ان هي حصل لها هايدريشن حصل لها ايه هايدريشن اللي حصل ان بقى عندي اتفككت كده من جوة لآيونس بقت عندي هايدروجين آيون لوحده وهايدروكسايد آيون لوحده تمام وده بياخدنا لحتة تانية اسمها اسمها آم آم بي اتش بي اتش بالانس البي اتش بالانس ده بقى بص معايا احنا شايد عارفين ان فيه حاجة اسمها اسد وفيه حاجة اسمها ايه؟ بيز او ساعات بنسميها انتفقنا طب تقول لي ايه الفرق بين داو ده نقول لك بص الاسد لو انت فاكر كان بيحول الليتموس بيبر لإيه لريد كالر تمام كده كان بيحول لإيه الليتموس بيبر طب ومال بقى البيز لأ البيز كان بيحولها لإيه لبلو تمام لليتموس بيبر طب لو جي قال لك يا عم ليه الاسد يا عم بيعمل كده وليه البيز او الالكالي بيعمل كده لو انت فاكر الاسد يا شباب ده كان معناه ان انا عندي ايونس من الهايدروجين كتير جدا الكنسنتريشن بتاع الايونس بتاع الهايدروجين بيبقى ماله بيبقى كبير جدا تمام فده اللي بيعمل لإيه الاسدتي او ان يبقى الليك والد عبر عن اسد ولكن في البيز بيبقى عندي هايدروكسايد ايونس اكتر فبالتالي بتبقى المادة دي او الماتيريال دي قلبى على ايه قلبى على بيز اوكي يبقى لو جالك ليه البيز بيعمل كده وليه الاسد بيعمل كده هتقول له لو البيز هتقول له بسبب ان عندي هايدروكسايد ايونس كتير طب ليه الاسد عشان عندي هيدروجين ايونس كتير طيب تعالوا كده نشوف حاجة هل انا فيه سكيل اللي حصل لشباب ان احنا قلنا خلاص احنا عايزين نعمل زي كده ده بيعبر لي عن المتيريال دي هي اسد ولا بيز فقلنا خلاص احنا هنصنفهم من زيرو لفورتين واللي في النص ما بينهم سيفن فقلنا بص لو انت الجهاز بتاع البي اتش اخدته وراح لما جيت حطه في الليكوت ده وراح اس معاك او ادك الريدنج بتاعته فهنقول ان المتيريال دي هي اسد يعني انا مثلا جبت الجهاز راح اداني سيكس يبقى اسد اداني فايف اسد اداني وان اسد طب يا ترى مين اكتر اسدتي فيهم مين اكتر متيريال اسد قوي فعلا فيهم اقول لك اكيد اللي هتقرب للايه لزيرو مزبوط طيب لا انا جبت طب الجهاز ده وراح اس معايا من من سيفن لفورتين اقول لك لا يبقى ده كده ايه لا ده بيز او الكالين او الكالي طب ما مثلا جبت الجهاز اس تن يبقى الكالي طب جبته اس اس اليفن الكالي طيب لو جبت الجهاز ده الديفايز ده واس معايا سيفن بالزبط هل ده ممكن تحصل اه طب لا ده الووتر احنا مفوض نشربها طيب السيفن بالزبط دي تبقى ايه بقى تبقى بيز ولا اسد قالك ولا ده ولا ده دي تبقى ايه دي تبقى نيوترال طيب هل فيه ماتيريال فعلا نيوترال زي كده اقول لك اه اكبر اكزامبل عندك في الحياة وانت بتشوفه لما انت بييجي الدكتور يكتب لك كده مسلا عمضة ده حياة او حاجة وانت تروح للسيدلية فاديه كده كده كيس فيه مية صغيرة فانت تروح تعمليه تروح تشرب الكيس ده وتروح تعبي ايه من الحنفية اكبر غلط وكرسة انت ممكن تاخد سم في الدواء ده ما تاخدش دواء فعلا ليه بقى المفوض اللي انت بتجيبها دي هي اسمها الديستيلد ووتر الديستيلد ووتر دي بيبقى البي اتش بتاحها بالسيفن هي ولا اسد ولا بيز ولا فيها ايونس من الهايدروجين كتير بالعكس هما الاتنين ساعتها ايه اكوال ما هو نيوترا اللي يبقى اكوال طيب فاللي بيحصل اللي بيحصل ان انت بتيجي بتروح تحط المفروض على الدواء بتاعك فاللي يحصل الدواء يبتدي يختلط بالمية وتشربوا عادي جده طب لو انا مست روحت ماليت من الحنفية صباح الفل اللي بيحصل جبت انت يا باشا ماليت من الحنفية والمية نزلك دي مثلا كانت 7.5 مثلا قلب على بيز شوية كان البي اتش بتاحها قلب على بيز شوية فمعنى كده ان فيه هايدروكسايد ايونس كتيرة شوية لو حصل كيميكار ايكشن ما بين دا وبين الماتيريال التاعة الدواء تفتكر ايه اللي هيحصلة انت ممكن تاخد حاجة غير الدواء اللي انت بفروض تاخده وبالتالي لازم تخلي بالك جدا انت الووتر دي دي بتاعة الدواء بس عايز تجيبها تشربها دي براحتك بس لما اجيب الووتر اللي اجيب الدواء اوعا تعمل كده عشان هتوبحشنا كتير يعني اوكي طيب تعالوا كده هنفتح الشيت بتاعنا نعمل ريكاب كده على المعلومات اللي احنا قلناها بسرعة ونشوف اه احنا وصلنا ليه طيب بصوا معانك يا شباب ده الشيت بتاعنا ان شاء الله وهنزله لكم على اه اه برضو مع الفيديو اه بسرعة كده احنا اول حاجة قلنا الووتر قصدي الووتر عندنا هي اه ممكن تعمل دي سولف لكزا كيميكال كومباوند وقلنا ان هي عندها سري ستيتس عندنا سولد ستيت عندنا ليكودي ستيت عندنا جاز ستيت اوكي طيب اه في معلومة برضو تانية مهمة تخدتها بكزا زمان بيقولك ان اي شكل من اشكال الحياة عنده ممبرين يعني ايه ممبرين ممبرين دي يعني زي غلاف القرص عندها ممبرين اللي هو جازة انفلو السل عندها ممبرين اللي هو بيدخلها الووتر او بيخرجها منها صح؟ ده اللي بيفصل دايما ما بين الايه الحاجة اللي حوالين مثلا السل واللي جوه السل وهكزا اوكي طيب اه احنا عندنا كام برسنت للووتر اهو بقولك الووتر ما لها سيفنتي برسنت طيب الالسولت ووتر كام ناينتي سيفن برسنت يبقى افتكر كده يبقى انا قلت هنا لاند حد يفتكر اقول لي بكم؟ ها بالزبط كده لو انت قلت سيرتي يبقى انت بربض عليك وانت سيرتي بحاول تلاجع تاني طيب لو قال لي السلت ووتر بنيات سيفن يبقى الفرش قده تقول لي يا مصر خلاص يبقى الفرش ده هيبقى سري برسنت بس طيب موجودة فين؟ موجودة في السيز في السلط ليكس في الأوشان طيب الموجودة في الريفرز في الفريش ليكس في الاندرغروند ووزر وممكن طبعا تبقى موجودة على شكل يعني أو الجبال الثالجية طيب بسرعة كده الووتر سايكل يا شباب زي ما قلنا الووتر سايكل بتبتدي بحاجة اسمها إن الووتر تتحول من الليكود تو جاز. بعد كده يحصل لها تجمع اه اه في الكلاوتس. بعد كده يحصل لها تحصل امطار يعني. ايا ان كان بقى تلجي ولا مية. وبعكده تتجمع من كل الكلام ده. لايه? لايه? او وتعمل حاجة اسمها اوكي? اعظونا لحد دينا ما فيش اي مشكلة. صح? فعالوا نخش في الجزئية او في الشيء اللي بعدها. ايه اللي بعدها اه لو انت فاكر احنا قلنا ان احنا عندنا ادي ولا اكسجن اتم مربوطة بهايدرجن اتم اهي وهيدرجن اكم اهي. تمام? وبيه الانجل بينهم كم? الانجل بينهم طفل دي احنا بنخده كده ب prod على طول. وقلنا ان احنا عندنا اه لو انت فاكر عندنا اه معدينا لو ما بينهم لو قلنا الاول بعد كده قلنا اكسجن هي طو تو ون. دي كده ايه? اور النمبر بتاعها. طب لو بنتكلم على الماس شباب قولنا الاكسجين. الماس طاعته كبيرة ان هو كان تقيل. كان اتي ايت بوينت ايتي نين. ولو بنتكلم على الهايدروجين فهو كان اليفين بوينت اليفين برسنت. وقلنا يا شباب اللي ما بينهم ديت حاجة اسمها كوفيلاند بوند. اوكي? طيب. ولكن خلي بالك ان في حاجة اسمها هيدروجين بوند. هيدروجين بوند دي بص لو انت اخبرك كده اهي. ادي موليكيول ادي موليكيول في بينهم هيدروجين بوند. تمام? ادي موليكيول وادي موليكيول في بينهم هيدروجين بوند. ادي موليكيول وادي موليكيول في بينهم هيدروجين بوند. ادي موليكيول وادي موليكيول في بينهم هيدروجين بوند. اذا تاخد بالك الموليكيول الفي النص ده الوحده. اهو اللي بالزرعة ده. طالع منه كام خطة احمر هيدروجين بوند? ادي وان ادي تو ادي سري ادي فور. اوكي? طيب. بعد كده قلنا في حاجة اسمها للووتر. قلنا ايه دي يا شباب? الـPolarity D ان عندي Atom عندها ability عالية ان هي تعمل attraction للـ Shared Electrons من الـ Atom التانية فقلنا ان خلاص الـ Atom D عندها حاجة اسمها High Electro-Negativity وقلنا الـ Oxygen فعلا عنده Electro-Negativity عالية عن الـ Hydrogen وبعد كده قلنا ان احنا بسبب الـPolarity بتاعت الـ Water دي ان الـ Water تقدر ان هي تكسر البنت اللي بين مثلا حاجة زي الملح تقدر تفصله لـ N-A لوحده والـ C-L لوحده طيب بعد كده دخلنا شعب قلنا طب ايه السبب ان الـ Water عندها High melting point ان هي يحصل لها High boiling point ان هي يحصل لها boiling عند 100 Celsius degree كان ايه السبب ده كان السبب ده بسبب الـ Hydrogen bonds اوكي قلنا ده بسبب الايه الـ Hydrogen bonds طيب بعد كده دخلنا قلنا طب احنا عندينا حاجتين اسمها Hydrogen sulfide او Hydrogen sulfide الـ Hydrogen ده بيحصل له boiling عند كام عندي negative 61 Celsius degree تمام طيب وانا ده بسبب ايه بسبب ان هم عمدوش Hydrogen bonds زي الـ Water والله Hydrogen موزي وعدادها كبير فبتحتاج لهيت عالية جدا ان هي تتعمل ايه ان هي تتفك او تتكسر يعني اوكي طيب بعد كده دخلنا بحاجة اسمها الـ Hydrogen وانا ايه يا شباب الـ Hydrogen ده الفكرة كلها ان انا بيبقى عندي اه 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 او عندي Hydrogen ions من الـ Water متفككة لوحدها وهيدروكسايد برضو ions متفككة لوحدها فده بيحصل حاجة اسمها Hydrogen ده بيؤدي ان الماتيريال دي يبقى عندها اسيدتي عالية او بيزيستي عالية من الـ يعني يبقى عندها اما حمودة عالية اما بيزيستي عالية اللي هي بنسميها القلوية عالية تمام ده مكع السفرة بينهم الاسيدتي حاجة عامة زي اللمون البيزيستي حاجة عامة زي مثلا العسل اوكي طيب الـ Page اللي بعدها الـ Page اللي بعدها هنا بتتكلم على نفس الـ Example اللي قلناها من شوية اللي هو الـ N-A-C-L لما نيجي نحطه في الـ Water بيبتدي ان هو يتفكك ويبقى N-A الواحده وC-L الواحده في يديني الـ Water دي بتبقى كلها ملحة تمام ولكن مثلا عندنا اكزامبل تاني مثلا حاجة زي الـ N-A-H-C-O-3 اللي بيحصل ان برضو نفس الفكرة السوديوم ده بيتكسر ويبقى الواحده والـ H-C-O-3 بيبتدي برضو ان هو يتفكك ويبقى الواحده تمام؟ طيب اخر حاجة دخلنا فيها وهي الـ Acid Base Balance اللي هو الـ B-H يعني وقلنا يا شباب ان احنا قسمناهم من 0 لحد 14 وقلنا ان احنا يعني ايه الماتيريال دي تبقى Acid ده معناه ان هي عندها H-Ions كتير ويعني ان هي تبقى Base ان هي عندها O-H او Hydroxide Ions A كتير وقلنا خلاص لو احنا اخدنا number less than seven اهو من اول هنا كده من عند less than seven يبقى ايه بقى احمر اهو يبقى ناحية الـ Acidity طيب ولو انا number بتاعي more than seven او greater than seven يبقى انا كده رايح ناحية الايه رايح ناحية الـ Acidity او الـ Base اوكي طيب لو انا في النص ما بينهم انا عند بالزبط دي كده ايه نيوترون اوكي طيب تعال ناخد examples عندنا للمية اللي احنا بتشوفه في حياتنا بيبقى وضعها ايه هل هي عندها basicity اكبر ولا Acidity اكتر ولا ايه بالزبط طيب بصوا في في الشيت ده جيب لك السي ووتر بقول لك ان السي ووتر بص كده الرنج بتاعها بيبقى seven point five لحد ايت او ايت بوينت فور عارف ده معنى ايه ان هي هنا قلبة على ايه قلبة على بيز صح طيب لو جيكها ببص على الفريش ووتر هتلاقي ان هي بقول لك من six point five ل eight point five ممكن تبقى اسد شوية يبقى طعمها يعني يميدي على اسد شوية وممكن يبقى طعمها يدي على ايه على بيز شوية يعني حسب المنطقة اللي هي فيها وحسب هي تعارضت لحاجات material اديه هي ومشية المايدين تعارفين يا شوية ناسا ما اتجلنا من عند اسيوبيا بتعدي على السودان لحد ممسيج على هنا فبالتالي بتقابل material زي كتير هي ومشية فممكن بيحصل اي حاجة بتغير الاسدتي او البازيستي بتاعتها او البي اتش بتاعتها طب اللي هي بنسميها مياه مقترة ، الهي بتبقى ماي خالص دي بتبقى име kunne وده معنى ان هي مفهاش اي 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 اور اي اي ان فا bildر او عمدي اي اي ام او اي 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 ان قلنا بتغي겠 طيب ان يختار دي the percentage of fresh water. قلنا fresh water. لو حد جي اختار دي فالاسف دي اجابة غلط. ليه? دي كانت الايه? لكن الشاب كانت الحبة الباقيين اللي هي 3%. احنا كده خلصنا الليسون. اه هنحل كده مع بعض كم سؤال كان الوزارة منزلاهم. اه نتقابل في ان شاء الله الليسون الجاي. اه تعالوا نشوف كده مع بعض اول سؤال. بقول لي which of the following properties of water makes it essential for life on earth? يا طرح ايه الحاجات اللي المياه دي? اه هي بتخلي المياه مهمة قوي على الارث. ان هي increased the dynasty. ان الدنس ساعتها تزيد لما اه تبقى frozen. ولا 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 اكيد طبعا الانسر دي مش مزبوطة. وان المفروض دي حتى انا اخدها في الليسون الجاي ان احنا. ده كلام غلط اصلا مفروض الدنستي بتقل. طيب. على فكرة الدنستي في هي فعلا اه بتزيد مش بتقل. فبالتالي ده كلام مش مزبوط. ويبقى في الاخر ان اللي هي عندها ان هي تعمل لكزا. السؤال اللي بعده. بقول لي. which of the following states can't exist for water on the surface of the earth. ايه للستيت الوحيدة اللي مش موجودة للوتر? اولا solid state ده كلام مش مزبوط موجودة. الليكود موجودة. الجازز موجودة. البلازمة موجودة. تمام? وبلازمة دي اشياء بحاجة كده عاملة زي النار يعني. تمام? بقول لي. why is water considered essential for the continuation and for the continuity of life on the surface of the earth? بقول لك ليه الووتر هي مهمة عشان استمرارات الحياة على وجه الارض. طبعا تقول لي الووتر is important for drinking مثلا. and for manufacturing. او الاندستري. موجودة مهمة في الصناعة. برضو موجودة في الاجريكاليتشر. للزراعة. تمام? السؤال اللي بعده بقول لي. what are the two essential elements that make up water molecule? طبعا احنا الووتر تعمل من ايه? من hydrogen and oxygen. طبعا. which element represents the largest volumetric ratio in the chemical composition. طبعا قلنا لو ال largest volume بيتكلم على الhydrogen. في منه ايه? في منه two hydrogen. طيب. which element represents the largest proportion of mass? قال لي mass يا شباب يبقى ده على طول مين? ال oxygen. تمام? شونا ده الاتقل او الاكتر في ال mass. بقول لي what type of chemical bonds connect the hydrogen and oxygen. شباب طالما قال لي hydrogen and oxygen. يبقى ده كو فيلانت بوند وش. تمام? ولكن لو جاء قال لي ال water molecule and each other. او الموليكول زعم متل. لا تسعتها دي اسمها hydrogen bonds. اخر سؤال عندنا في ال multiple choice. بقول لي what is the approximate value of the angle of the angle between the covalent bonds. قلنا طبعا هي 104.5 degree. اوكي?